وجاء هدم هذا البيت بعد أسابيع قليلة من إعلان وزير القضاء آفي نيسان كورين عن تجميد قانون كامينيتس وهو ما وصفه عضاء كنيسة من القائمة المشتركة بالبشرة للحديث حول الأوضاع في الطيرة عقب هدم بيت عائلة كشوع ينضم إلينا في بث حيوم باشر من مبنى بلدية الطيرة القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة المحامي سامح عراقي مساء الخير لك أستاذ سامح عراقي مساء الخير لك ولي جميع المشاهدين هل لك في البداية أن تطلعنا على ملف هذا البيت لماذا تم هدمه وهل كانت هناك محاولات لحمايته من الهدم عبر المحاكم نعم هذا البيت كما بقيت البيوت المهددة بالهدم بني سنة ألف وتسعمائة ألفين وثلاثة ومؤخرا قبل أكل من سنة صاحب البيت أراد أن يضيف إضافة قليلة على سطح هذا البيت فكان هناك أمر لهدم البيت وكان هناك إجراءات قضائية ولكن للأسف الشديد أيضا في المحاكم الإسرائيلية لم يستطع صاحب البيت أن يأخذ المهلة الكافية من أجل أن ننشط من أجل إدخاله إلى منطقة مسطح النفوذ وإلى التخطيط المفصل وعليه ما بعد الاتفاقات الأخيرة التي كانت بين وزارة القضاء والقائمة المشتركة ظننا أنه سيكون هناك مساحة من الوقت من أجل أن نحاول إدخال هذا البيت إلى داخل الخط الأزرق إلى الخارطة الهلكية التي تم المصادق عليها عام 2017 لكن للأسف كانت جرفات الهدم أسرع من ذلك ولم يلتزم أيضا بالتفاهمات التي كانت من المفروض أن تكون سارية المفعول والتي توصلت إليها القائمة المشتركة مع وزارة القضاء هذا ما يقودني للسؤال التالي هو أين ذهبت بشرة تجميد قانون كامينيتس نحن نرى أن الهدم لم يتوقف لا في الطير ولا في كفر قاسم ولا في النقاب يجب أن يكون واضح من أجل أن لا نغش أنفسنا بأنفسنا كان هناك تفاهمات معينة بين القائمة المشتركة ووزارة القضاء التي تحمي جزء من البيوت المبنية في كورانا ومدننا وهي البيوت التي بنيت قبل 2018 ولكن البيوت التي في بصددها إجراءات قانونية في المحاكم استثنيت من التفاهمات هذا البيض الطير هو ضمن هذه المجموعة التي استثنيت من التفاهمات ولكن نحن ظننا أنه عندما يكون هناك تفاهم كبير ما بين وزارة القضاء ما بين سلطة الرقابة وما بين القائمة المشتركة والمجتمع الفلسطيني في البلاد والأقلية الفلسطينية في البلاد أن يكون هناك مساحة من الوقت لإعادة ترتيب الأوراق والبدء في تخطيط المفصل في بلداتنا ومن ضمنها الطيري من أجل أن نبذل كل الجهود خلال سنة سنة ونص من أجل إنهاء هذه المخططات لنحمي أكبر عدد ممكن من البيوت نحن واعون بأنه لا نستطيع أن نعطي أجوبة شافية لكل البيوت وخصوصا تلك البيوت البعيدة في المناطق الزراعية فكرنا أنه نأخذ نفس نبلش وفي الطيري على فكرة في الطيري بغض النظر عن التفاهمات بين القائمة المشتركة وبين وزارة القضاء كان هناك شبه تفاهمات أو تفاهمات حقيقية بيننا وبين آفي كوهن ومكتبه بأن يكون هناك فرصة من الوقت من أجل أن ننطلق إلى تخطيط تفصيلي وفعلا استطعنا بمجرد أن تم تمديد 9-2-2 قبل شهر وتخصيص ثلاث مليون شيكل للتخطيط المفصل خلال أقل من أسبوع كانت بلدية الطيرة قد أعلنت على مناقصة لاختيار مهندس مخطط طاقم تخطيطي واستطعنا أن نرسي المناقصة على أحد المخططين أبلغنا سلطة الرقابة البناء بأنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان نحن ارتبطنا باتفاقية عمل مع المخطط بدأنا بالعمل كانت عنا جلسات مع اللجنة اللوائية من أجل وضع سلسلة جلسات سريعة من أجل تمرير التخطيط المفصل ولكن لا حياتة لمن تنادي نحن نقول لهم أننا لسنا سوف نفعل بل نشاركهم في خطواتنا العملية بأننا بصراع مع الوقت من أجل الوصول إلى تخطيطات تفصيلية تنقذ أكبر عدد ممكن من بيوت الطيرة فلماذا هذا الاستعجال؟ وأنا أقول هذا الاستعجال لأنه لسبابين يعود لسبابين السبب الأول بأنه الأجواء العامة هناك أصبحت ضغوطات ولأننا على ما يبدو نقترب إلى أجواء انتخابات أصبحت ضغوطات على سلطة الرقابة من الأحزاب اليمين من أحزاب الليكود وأيضا التصارع بأنه من يستهدف هذه الجماهير العربية أكثر ليثبت أكثر يمينيته تطرفه وبناء عليه هذا السبب الأول والسبب الثاني والذي أكاد أن أجزم أنه سبب رئيسي أيضا هو بأنه بعد التفاهمات حول قانون كامينيتس سلطة الرقابة تريد أن تثبت للوزرات المختلفة أنه ما زال حاجة لها موضوعية والاستمرار فيها العمل وتأمين معاشات لموظفي سلطة الرقابة نحن لن نقبل بأن نكون لا ضحية السياسة العنصرية ولا ضحية التنافس الانتخابي ولا ضحية من أجل ضمان معاشات لسلطة الرقابة المطلوب فورا هو وحدة الجماهير العربية الاستمرار والخروج وعدم الاكتفاء بما تم التوصل إليه مع القائمة المشتركة والخروج فورا إلى نضال شعبي جماهيري لأنه فقط بالنضال وبالنضال فقط بالإمكان تحقيق الإنجازات اليوم بعد قليل لديكم جلسة طارئة في البلدية هكذا على عجلة ما هي الكرارات التي ستخرجون بها نحن سنعقد بعد أقل من نصف ساعة المجلس البلدي في الطيرة سأمع الفعاليات الشعبية والحزبية على مستوى المديني نحن نريد توجيه رسالة واضحة أنه لن نستطع أن نستسلم بأن يكون الهدم أن يدخلوا إلى أكفر قاصم إلى الطير في أفاء الليل ويخرجون وكأنه كل شيء عادي وأننا نبدأ نعيش مع قضية الهدم وكأنها قضية عادية نحن نوضح رسالة أولا إلى الحكومة إلى شرطة إسرائيل لن نقبل استمرار بهذا التعدي الصارخ على حقوقنا الأساسية سيكون هناك إجراءات نضالية شعبية سيكون أيضا هناك إجراءات التوجه إلى الحكومة إلى آفي كوهين إلى سلطة الرقابة لعقد اجتماعات سريعة قد يكون هناك أيضا نصف خيمة أمام محطة الشرطة لكي يفهموا بأننا لن نقبل أن يكونوا من جهة يكونوا معنا في الجلسات للترتيب كشركاء في محاربة الكورونا وفي إحدى الليالي يتصرفون أمامنا كأعداء إما نحن شركاء ومواطنين كاملين متساويين الحقوق ونعمل مع بعض بنهج حياة مدني وإما ينظرون لنا كأعداء هناك سلسلة من القرارات سنعلنها إلى الإعلام بعد انتهاء الجلسة إن شاء الله شكرا جزيلا لك المحامي سامح عراقي القائم بأعمال رئيس بلدية أطيرة كنت معنا في بثحة مباشر من أمام مبنى بلدية الطيرة شكرا جزيلا لكم العافية ومن قضية هدم البيت في الطيرة